السلام عليكم حباب قلبي عاملين ايه? يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسلام. اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد. عليها افضل الصلاة والسلام. صلى على النبي كده يا حباب قلبي في بداية الفيديو. المهم بقى اه طبعا انا كنت وريت لكم قبلها بيوم السطح الاوضة وهي غير انا مية. وانا كنت بوركم الباب ان انا كنت خايفة على الرومي ان انا بيوته برا لحد ما الاوضة تجف شوية كده عشان اطلع عارة فكحتها ما تبقاش ملاياتة قوي كده والدهنة. اه كنت حبتها البط في العشة اللي انت شوفتها الرومي قلت لكم انا خايف عليه لها يطير. دخلتوا في العشة اللي انا لسه موريا لكم الباب بتاعها دلوقتي. كنت زنق الباب جامد والله 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 انا طلعت لقيت الباب مفتوح. ان الباب اصلا ده بتاع العشة لازم تزنوه بايديك كده عشان يتقفل. ما اعرفش ازاي هو طلع. اه وكويس يعني الحمد لله ان انا طلعت ايه? لقيتهم على السطح. مم ده كان شكل السطح طبعا قبل ما اروأ فيه. طبعا الناس اللي لسه دخلها جديدة عندي على القناة وما تعرفش اه ايه الكارسة اللي قد حصلها على السطح ديت. انا طبعا انتم عارفين ان انا فضلت عشر تيام او تقريبا اسبوع كده تعبانة ورق ده في الشقة تحت فان كنت صراحة اه بطلع بناتي هما اللي حطوا الاكل للفراخ. فعندي بناتي يعني اه وبيساعدوني كل حاجة بس بيخافوا بقى من الطيور. يعني نور لو فرخة راحت نحيتها كده ممكن ويقفى في البلاكونة ممكن ترمي نفسها من البلاكونة. بس طبعا عشان ببقى محتاجا لهم. وما فيش حدا اللي هما في اوقات مسلا ببقى عايزة افطر الفراخ اعشاء وكده. اه فهم اللي موجودين في الوقت دوت. فبطلعهم هما هما بيعرفوا هيعملوا ايه بقولوا حتى لو حد موجود من اخواتي ولا من ولا حد عندي صراحة هما لشالون الاسبوع. اه ما برداش اتقل علي. يعني واحدة جاية تعمل لك لقمة لجوزك وعيالك تروأ لك شايتك ادم ترأده. تتقل عليها كمان وتقول له لا لا اطلعي يا حدت الاكل الفراخ وبكنسي لهم رويلهم. لا. ما برداش انا صراحة تقل عليهم. انا ساعات والله برقد كمان. اه بالاسبوع وامي اللي يامي ما برداش اقول لها عشان بصها عندنا ام دي ربنا يبرك لنا فيها بتزعل قوي. ساعة ما تعرف انت تعبانة تيجي. شايتك لو شاهد كده تدلو السمن وتلميه. تقوم لوحدك تلاقى تشلك مشات نفضة. تمسح مطبخ. تدعوك طبق. تمسح بلك. لازم تعملك اي حاجة وهي قاعدة كده. فساعات ما برداش اقول لهم. فاتا كانت بقى على بناتي في الاسبوع اللي انا كنت لقى ده في دوت من ناحية الفراخ. فكانوا يعني ما يطلقوا يحطوا المية اللي انا كده شافته بعدين انا كنت هتجنن اول ما طلقت لقى السطح كده ده كده نشاف. ده كان مبارح قبلها بيوم يا لهوي. كانوا مخلينا روت ريطة. كانوا مخليين الاوضة استغفر الله العظيم يا رب. المم التضح لي بعد كده ان اي يا نور قالت لي يا ماما لما كنا بنخش نحط المية الرومي ولا الفراخ تيجي نحيتنا نخاف ندلق الجرد ده. ونطلع عن الجري. فانا حمدت ربنا بقى ان انا كنت طلعت قبلها بيوم لان كل دوت كان طينا بقى امرطرت مية كده مرنخ تحت يوم انا لو كنت سيبتوهم باتوا فيها. كنت هطلع مش هلأ ولا طير عندي عالصت. المهم فطبعا برضو كنت لسه تعبانة شوية صراحة نور وجودي على قد ما برضو بيقرافهم الحاجات ديت. بس والله صراحة عندي بناتي بصوا طيب والله مش عشان بناتي يعني عندي جودي الصغيرة انتم شايفينها ديت اللي هي لابسة البنطلون الاسود والبروفل اللبيض ديت. الوسطانية دي جودي الوسطانية. لو لقيتني انا بس مكسلة بس كده ان في طبعين في الحوض ومش قادرة ادعوكم وبعد ساقعانة قالها تقوم تشمر يدوم الله واكبر عليها كده الواحدية وتجيب الكرسي وتوقف على الحوض كده وتقعد ايه? اه تدعوك في المواعي. فقالوا لي لا يا ماما هنساعدك. اه فطلعنا بقى طبعا انا كنت سياب الباب ما افتح من البرحة عشان تنشف شوية كده. عندي بقى الحديد اللي انا بكحت بها ديت بقى. اول ما طلعت وقلت لهم اول لان كان في برضو حتة طرية. في حتة لقيتها برضو كانت لسه طرية. قلت لهم اول حاجة نبدأ فيها الاوضة. عشان ايه? اه على ما نكنس برا السطح وكده تكون تهوت شوية. يعني مطرح مكنسنا وكده. لو في حاجة لسه طرية ولا حاجة تنشف بقى على ما نكنس السطح برا ونحط لهم الاكل والمية وكده. فالمهم بدأنا فيها صراحة بصوا انا كنت تعبت وجبت اخري. اه البتاع الحديدة دي اصلا الجزعة من اللي هاي عمولة بكحت بها سطح حديد دي اصلا تقيلة. وانا كنت راضة اصلا البرد كان جايلي في العظم وفي زوري كان منكسح جسمي كله كان متقل جسمي كله ولسه حاسة ان جسمي برضو شايفين تقيلة ازاي. اه فكنت بقى بصوا كنت بقى فريح وقفت لدريت انا والله العظم صبوعي فقف في اليوم ده وقت. اه فكنت بريح شوية ونور تاغوا تعمل شوية يا جودي تاغوا تعمل شوية. قالوا لي يا ماما انت الوقت اللي الكحتي في كده احنا ناخد ونعبي على طول عشان ما يبقاش ايه. بتقيل علينا. وعندنا بقى بتاع الزبالة صراحة بيعدي في الشارع. بنعبيهم فشونك كده زي ما انتم شفتوا. والكس اللي بيعبوه بيطلعوا برا الشقة خالص وبعد ما خلصنا خالص واحنا نازلين كل واحدة مسكت لها شنطتين كده. ونزلنا حطناهم في الشارع تحت اللي بتاع الزبالة. اخدهم ورؤنا منهم. اه المهم بقى بصوا انا كنت عايز اقول لكم ان انا كنت مبيتة الرومي برا. وغالي طبعا. اه كنت خايفة عليه اول. كنت مبيتة في العشة وخايفة عليه. التاني اول ما طلعت. اه بصت كده على العشة. لقيتها مفتاح. قلت يا لها وحطت ايدي على قلبي كده بس الحمد لله لقيته. شايفين رتال بتعملي ايه? اولا بسيب الحديدة كده. رتال الصغنانة دي. اه عايزة يعني تعمل معينا. انا كده كنت قعدت ريحت بقى شو قالت له متى انا مساك لكم الموبايل اصور لكم انا. وانت بقى هعملوا شو هشوفوا نور بنتي اول ما شافت الطيور ده خلت خايفت. بصوا. هي كانت بتصوت وتخاف دلوقتي شو دي كانت عميتها كالي. شايفين? بتخيب بتترعب. انا لو حاجة من دول دخلت عليها ويا وقفة في بلكونة. امشو عايز احلب بوالله عشان ما اكونش ايه صدقة في الكلام قوي. واتحاسب على الحلفان. انا عايز لكم ان هي ممكن اصلا ترمي نفسها من البلكونة لو حاجة زي كده دخلت عليها. ولا الارانب بقى يعني عندي جودي ورتال الصغيرين. لما كان بيبقى في ارنب واللي حاجة وبخاف على الم القطط كنت باخدوا معي تحت في قلب بلستيكية او اي حاجة افاصة كده ولا حاجة تحت. كان جودي ورتال ياخدوه ينيموه كده على حجرهم يوكلوه يشربوه يلعبوه معاه مساعات جودي ورتال جابوه حطوله التليفون كده انا منزل لكم الفيديو ده على فكرة على القناة. حطوله التليفون قدام الارانب وغطوهم وفتح لهم الفيديوهات اللي هي بتاع الاطفال الكارتون والحاجات اللي هم بتفرجوا عليها دي وقعدوا يتفرجوا عليها. لانما نور بنتي الارنب كان يطلع من البلاستيكية يجري عليها كده والله العازم كان قلبها بيقف. تقعد تتنطط وتصوت يا ماما مش يا ماما والليم نور ما تخافيش خش عليهم كده وحاول اشجع قلبها كده زي ما قوت قلب جودي. لأ جبانة بتخاف اول. شايفين بصوا قعدة مرعوبة ازاي? بص هي بتعب حتة. تعب شوية وتنبص عليه. تعب يعني شوية. يمكن ما تعبهاش في اليوم دوت. اكتر من انها كان عقلها مش شتت يعني وكل شوية تبص على الطيور خايفة منه. ويلا الروميك منه بالنسبة له مشكله ضخم شوية كده فبصوا خايفة منه قوي. آآ بس صراحة على زي ما خلصنا الاوضة حسي على قد ما انا تعبت فيها وصراحة بناتش تعبوا معايا فهم والله ظهرهم ظهرهم تعب في اليوم دوت. آآ بس صراحة حسيت براحة نفسية جدا ومن يومها بقى? تعبانة مش تعبانة يعني انا حتى لو تعبانة بطلع معاهم. آآ مسلا هم يساعدون يخطوا ما يحط اكل يحطوا بتاع وانا بقوم جرها كده بالمقاشة على طول عشان ما تعملش الوضع دو التاني. آآ فبص يا جماعة المرض ده وحش والله ربنا يا عفينا ويشيل عننا. احنا اصلا ساعة ما كنت رأي ده كده كان صراحة ما رحتش كشفت في اولها كده. انا آآ بقيت اجيب آآ ادوية مصيدلية للبرد وبتاع. آآ فكان خلاص الاعراض اللي ظهرت علي جوزي خيب بقى وخفنا وروحنا للدكتور خاف ان هي اشتباها في كورونا وكده. رحنا عملنا التحاليل وانحمد لله الدكتور طمنا وقال لا ده بس برد جديد مع كسر يعني ايه برد مع احتكام في الزور مع نازلة معوية كان فيه ترجيع بقى وبلو زرق كده. قال اللي اتنين مع بعض دول هدوا جسمها قوي يعني. بصوا كده خلاص بعد ما خلصنا الاوضة. هنطلع بقى ايه? نزبط السطح ده كله بقى كنست الاوضة ديت اللي كنت حطى لهم في الاكل قبلها بيوم. وكنست العشة اللي برا اللي انا كنت حطى فيها الرومي. اللي هي بابها سلك اللي انا هوريها لكم دلوقتي. كنست الاوضة التاني بصوا صراحة. روقت على السطحة ترويقة تمام. المفروض اصلا في الشتاء ان انا بخاف. اخفل عنه يوم او اتنين كده ما بحبش زي بطأ او طينة او وسخ في كتير عشان المطرة لما بتنزل اي طينة اي حاجة بتبقى عاملة زي البلوزة كده. اه المقاشة بصوا النعمة ديت لكنكم بصوا بترويقوا حاجة في الشقة وبتكنسوا قوضة على طول. بس صراحة. بكل شوية تفك. انا عندي كزا واحدة من لي المقاشة نفسها اللي انا بكنس بها ديت. بيتجرب كل واحدة على العصاية تفك. كل واحدة على عصاية تفك. بس كنت اما بتعب ام احاول ادق فيها كده واعملها برضو تفك. هي عايزة مصمرين كده قلت ان شاء الله بجيب الشاكوش من تحت ومصمرين كده. واناق واحدة حلوة مثلا زي دي كده. ادقها فيها كده على طول. ودي العشة اللي كان فيها الرمهيت. آآ كحتها كده واكنسها واكنسة القوضة بتاعتها. كده هيبقى خلاص السطح بتاعنا هيبقى فلة شمعة منورة كده. تحب بس تفرش وتاكل عليه كده. ان شاء الله القوضة اللي انا كنت بكنسها معاكم ديت اللي هي كان فيها رملة ديت. اللي كنت حطها فيها الفراخ من مبارح حطالها الاكل فيها. هي دي ان شاء الله اللي عايزها بازن الله اعرشها واعمل لها شباك واعمل لها باب. وعايز اجيبها احط فيها فرن واحط فيها لحين. عايز والله اخلي الحاجات دي عندي. بس دعونا بس كده ربنا يوسع علينا آآ ولان روحت سألت على العروق اللي هعرش بها لقيتها غالية جدا اليومين ده. فقولت شوية كده ربك يسأل يمكن مصطلقت ايه عرقين من عند حد كده ولا حاجة. ونعرش بيها هزبطها صراحة يعني في مشمع كده كنت نزلت سوق التلات آآ اللي هو في المونيد. آآ اللي جبت منه مشتريات العيد السنة اللي فاتت انا كنت عملكم في لوك فيه. فكنت شفت لاز بتوعد عن نصي كده في السوق دوت. يوم التلات بيبيعوا المشمع اللي هو الكبير قوي بقى بص ممكن اربعة متر فاربعة متر خمسة فخمسة ستة فستة. اربعة فستة ببقى امطار كبيرة اتغطي لك قوضة. فقلت ان شاء الله بيزن الله كده ساعة مجا عرش القوض بتاعت ديت. هجيبه بازن الله حطه فوق العروق وبعدين هرمي الخشب عليه. عشان حتى لو حطت فرن ولا حاجة المطرة ما ببوزلش الحاجة. وفي اليوم ده بقى عشان تعبنا قلت هعمل غدا ايه خفيف شوية. اعمل شاورمة عادية عندي صدور فراخ على حتة من صدور الفراخ على حتة من الوراكل الاتنين مع بعض. انا بحيط بعمل الاتنين دايما كده مع بعض. اه عشان شاورمة دوت انا جايبه جاهز. الكيس زي ما هو كده بعشرة جنيه في خمسة. بس جميل والله يعني احسن ما تعجيني وتعملي انا لاقي ان هو اريح يعني في الوقت التعب اللي انا فيه دوت والزنقة بتاع اليوم دوت انا شايف ان انا لما اشتري الحاجة كده والله بالنسبة لي او فقر واريح. فهو بيتبع كده الرغبة اتنين جنيه. اي كيس آآ في خمسة على بعضهم ما نفعش تاخد يقل من الخمسة. الخمسة على بعضهم بعشرة جنيه. فجبنا ساعتها والشاورمة بقى دي بقى آآ طبعا عايزة تقليلي بصل تكطر بصل. انا بقى عشاء البصل الكتير فيها وتزود الكمية كده وتلح لحية عشان ايه انتو عارفين الغلل اللي احنا فيه. عشان اعمل ايه بقى السندوتشات السوري. بالعيش السوري دوت. او عيش الشاورمة ده بيبقى تحفة تحفة تحفة. عندي ده طعم الجبنة. تروح الجبنة عند اي عطار. يقول له طعم الجبنة اللي بتحطه على الفشار والشبسي. آآ بحب احطه على الشاورمة وبحب احطه على البطاطس بعد مقلية. عندك مكعب مرية دجاجة تحطيه. التوابل. فلفل اسود. ملح. تزبطي كده ايه? التوابل بتاعتك على البصل عشان ياخده تشويحة. مع البصل كده ومعلقة السمنة او معلقة الزيت اللي هتعملها بيه. التوابل لما بتاخد آآ تشويحة كده مع السمنة ومع الزيت بتبقى ريحتها جميلة. والمعلقتين اللي حطتهم دول عشان يدلون اصفر كده شوية للشاورمة بتاعتنا. عشان تبقى شابه اللي انت بتشيرها من بره بالزبط. شفتوا التوابل اللي هي بتاعت الكبسة. بس لما تروح الجباة من عند العطارة والمكان اللي انت بتروحي منه. وانا عايزة التوابل اللي هي بتبقى في الجرائدل. عبي لي مسلا بخمسة جنيه بعشرة جنيه زي ما انت عايزة اقول له اللي هي في الجرائدل. انا عايز اقول لكم ان هي طعمها طوحفة جدا والله هي فيها الكركم وفيها كل حاجة جاهزة. من ساعة ما بدأت اجيب من اولايتها جميلة ما بجيبش كركم. قال له مسلا ايه? لو هحتاج مسلا احطها على تدبلة بقصمات تدبلة تفالية حاجة زي كده. اه بجيبها بقى بتاع الجرائدل جيب بطعمها طوحفة والله وجميلة ومتتبلة حل. بص اول ما حطتها على الشاورمة. بعد ما شوحت كله مع بعض كده وارنم فلفل رح تنزلها بالقطع الفراخ اللي هي ميكس كده من الصدور على اللي وراك. اما حاجة بقى في الوصفة دي اتننتي تنشي فيها. طبعا الفراخ هتنزل سويل من نفسها شوية. والبصل برضو هينزل سويل اما حاجة تنشي فيها. عشان ما ترنخش سندوتش معاك. والبطاطس بتاعتي برضو اول ما بتتقلي كده بطلعها بقى امرش عليها من طعم الجبنة على طول. يعني بحطه على الشاورمة وبحطه على طعم الجبنة. بس لازم اول ما اطلعها كده على طول منتصر بتبقى سخنة وفيها بسط من الزيت كده فيلزق فيها على طول طعم الجبنة. ما جربتها غير لما بتخلصي قلي بقى كله بقى وترجع وتحطي بحس ان هو لا ما بيلزقش بعد ما بقلبهم كده بلاهم واقعين في القعة. شايف اتصل اللي بتطلع بامرش عليها. كده بقى يعتبر خلاص عندي العش جاهز. البطاطس جاهزة الشاورمة اللي اعمل بها جاهزة. حط بقى العش قدامي بقى كده على اي صاجة اي صنية اي حاجة. فيه ناس بقى بتبيعوا زي متوا شايفين كده تانيالك النص يعني الربع الرغيف على باقي كمية الرغيف كده زي ما انت شايفها على الحشو على طول عشان يعني هما عملين لك الطريقة اللي انت هتكملي بقى حشو وتلف الرول على طول. وفي طريقة وفيه ناس بيبيعوا ساليم زي ما انتوا شايفين كده. الرغيف متطبق اربعة تربعة على طول كده. بتقوم انت تانية الحرف كده وبتحشي بنفس الطريقة كده. لو عايزها بتقطع بقى كطع من الفلفل كده معاها او تحط معلقة شطة معاها اللي يعجبك. تحط بقى بصوا هي دي اسمها السندوتشات الشاورمة السوري. اه بنفس الطريقة شفتوا السندوتش البطاطس السوري اللي بيتبع بسبعتاشر وبعشرين. دلوقتي مش عارفة ممكن يكون وصل عشرين ولا حاجة. بنفس الطريقة بس مش هتحط شاورمة. عندك كاتشاب عندك مايونيز. دي طريقة لللف اه والعمل السندوتشات السوري سهلة جدا وطحفة جدا. زي ما قلتلك لو عايزها زبايسة هتحط كطع كده من الفلفل عليها. اقول حشو بقى تقطر يتقللي ده مش هقولك اللي يعجبك هقولك على حسب المعادير والكمية اللي موجودة عندك. دي طريقة ممكن بقى اللي هي السندوتشات بتبقى البطاطس والشاورمة بس اللي فيها. وفي طريقة تاني انت بقى الشاورمة ومع البطاطس تحط شوية كاتشاب شوية مايونيز تحطهم على جريلا واي طاصة كده من غير دهنة زيته من غير اي حاجة خالص. زي ما انت شايفة كده ومطية النار تحتها عشان ما تتلسعش. آآ طبعا آآ الله ما صلى على النبي مش عارف كنت قولي والله ونسيته. انا عملتها قبل كده صراحة انا اول ما عملتها عملتها بنفس الطريقة اللي انا عملتها لكم دي. من غير ما زود جبن ولا مونزر الله ولا اي حاجة خالص. فعملتها مرة تاني بعديها آآ صراحة حطيت جبن بقى في قلبها. كان عندي بقى شوية كده من الجبن كل كيس رومي على شيدر على مونزر الله كل كيس كان فيه شوية بساط كده. رحت اعملهم مع بعض كده وبقت في كل زباع كده في كل سندوتش. احط شوية والله العظيم وكت عاملة ميكس كده آآ من الميونيز على الكاتشاب معلقتين كده من دا على معلقتين من دا وقلبتهم ميكس برا كده مع بعض وكت بادهنهم كده واحطهم على الشاورمة من جوة مع ميكس الجبن. انا كنت عايز اقول لكم من السندوتش. وكده كده طعم حلو. بس انكلت نصه بتشباعي. طبعا من البطاطس والفراخ والعيش والآآ كاتشاب والمايونيز والله العظيم الحاجات دي بتشبع. يعني ما تستهونوش. انسان دوتش. لا مش هيشبع. لا بتاع. لا هتشباعي. انا عملت فيه اللي عملته سادة وفيه اللي حطيت الكاتشاب والمايونيز جواه زي ما انتم شفته كده. اللي يعجبك عملي بي. بس انا عن نفس بفضل صراحة آآ ان انا اسيبها سادة والعيال بقى هم بيأكلوا بقى يحطوا الكاتشاب والمايونيز والحاجات دي. لان انا كده كده لو حطيت فقلبها الكاتشاب والمايونيز برضو بيحبوا ان هم برضو هم بيأكلوا يحط. طب انا ليه اهضر يعني الكمية دي كلها. فبرايح دماغه بعمله بطاطس على شاورمة كده على طول. وساعة الاكل بقى اللي عايزة تحط كاتشاب او مايونيز بتحط. انا عايزة اقول لك ان الغدوة دي بصي على قد ماي سهلة والله ما بتاخدش وقت. بس انا عن نفس مش اقول لك عيالي وجوزي بنفرح بها قوي. انا بفرح بالاكلة دي قوي. كده خلاص بعد ما خلصنا. ادي الساندوتشات السوري عملناها في البيت بكل سهولة وسهلة وطعمات وحفا وجرباها بالطرقة ديت. معمولوا الشاورمة بنفس الطرقة اللي انا عملتها ديت والله العظيمة تعجبكم. حابين تحطوا بطاطس بس حطوا حابين تحطوا بطاطس على الشاورمة اللي يعجبكم حطوه. اه يتنفع باللحمة تنفع بجبن بس تنفع بالبطاطس بس اللي متوافر عندك يعمل ايه? مش عارفة البداع ما كانش عايز ينزل ايه? عناها والله جديدة. المهم ده كان غدا انا النهاردة حبايا بقلبي وده كان روتيني معكم النهاردة. اه اتمنى بقى حبايا بقلبي الفيديو يكون عجبكم اه وكنت انا وبناتي كده خفافة على قلبكم. اتمنى لو عجبتكم قناتي وعجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتحطوا على الفيديو دوت. اه اشوفكم في فيديو جديد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودعوه. حفظ الرحمن مع السلام.